طيب كلمة المعلقات يعني معلقات تعريف المعلقات هي عبارة عن قصائد طويلة من الشعر الجاهلي أعجب بها العرب لجودتها ونفاستها ده تعريف المعلقات طيب المعلقات هذه لماذا سميت بهذا الاسم؟ طبعا أنتوا أخذتوا الموضودة قبل كده عارفين برضو لكن أعيد عليه بسرعة قيل أنها سميت بالمعلقات لأنها كانت تكتب بماء الزهب وتعلق على أسطار الكعبة أو تكتب على رقاع الجلد وتعلق على عمود الخيمة أو تشبيها لها بالعقد الذي تعلقه النساء في رقابهن أو لأنها علقت بالأزهان أي أن كان السبب فهذه القصائد الطويلة التي أعجب بها العرب وحفظوها ورددوها كثيرا تسمى بالمعلقات هذه المعلقات طيب عدد المعلقات يرى البعض أنها سبع معلقات ويرى آخر أنها تسع معلقات ويرى البعض من النقاد أنها عشر معلقات وإلى هذا الرأي أميل وإن كان كتاب المدرسة لدينا اكتفى بذكر سبع معلقات فقط مطلوب مننا أن نتعرف على أصحاب هذه المعلقات فربما يأتي لنا سؤال وسوف أوضح كيف يأتي السؤال في الامتحان على النظام الحديث بعد أن أقدم الشرح أولا طيب لابد إذن أن نتعرف على أصحاب المعلقات أصحاب المعلقات أولهم شاعر مشهور يسمى امرؤ القيس امرؤ القيس طيب امرؤ القيس هذا هو أمير الشعراء في العصر الجاهلي طيب لقب بإيه لقب بالملك الضليل طبعا يرجع سبب في ذلك أنه كان شابا يلهو في بداية حياته ويشرب الخمر ويلهو مع النساء وكان والده ملكا على كندة وبعد أن يعني ضاق به أبوه ذرعا طرده من القبيلة وبعد أن طرد امرؤ القيس ثارت القبيلة ضد أبيه فأراد امرؤ القيس أن يعود ليأخذ بثأر أبيه ولكنه لم يستطع فلقب بالملك الضليل أيضا يلقى امرؤ القيس بشاعر أو بأمير الشعراء في العصر الجاهلي ويقال بأن شعره هو أول شعر علق بالأزهان امرؤ القيس هذا اشتهر طبعا اشتهر بالمعلقة التي نحن بصدد التعرف على بعض جوانبها يتميز شعره بما يتميز شعره طبعا أجاد امرؤ القيس في الحديث بدأ المعلقة بالغزل والبكاء على الأطلال وانتوا عارفين يعني غزل اللي هو الحديث عن النساء البكاء على الأطلال اللي هو الحديث عن ذكرياته مع الأحبة بتسمى الأطلال مفردة طلال بدأ اتحدث أيضا بعد الغزل والبكاء على الأطلال بالوصفة فوصف الخيل ووصف الليل ووصف الصيد ويقال بأن امرؤ القيس هذا هو أشعر الشعراء في الوصفة فقيل أشعر الشعراء امرؤ القيس إذا ركب والأعشى إذا طرب والنابغة إذا اعتذر في فن الاعتذار أما امرؤ القيس ففي فن الوصف يقال أنه أفضل من وصف الفرس ولذلك البيت الذي سأذكره الآن في وصف فرسه يقال بأنه أفضل ما قيل في وصف الفرس طبعا امرؤ القيس يتحدث عن الصيد وكانوا يركبون الخيل قديما ويصطادون الغزلان والأرانب البرية فيقول وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي البيت هو مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي يعني هذا البيت يصف فيه إقبال الفرس فيقبل ويهجم ويرجع بسرعة وهذه السرعة يشبهها بصخرة كبيرة جلمود صخر أي صخرة كبيرة تسقط من فوق الجبل بعد أن أزاحها وحركها السيل تخيل صخرة تنزل من مكان مرتفع تنزل بسرعة هكذا كان فرس امرؤ القيس وهو كما يقول أفضل بيت قيل في وصف الفرس إذن امرؤ القيس تحدث كما قلت عن الغزل وبوكعل أطلال كمعظم الشعراء في العصر الجاهلي وسوف نستثني واحدا بعد قليل أو ما نسميه أيضا بالنسيب يعني لو حبي بعض الناس قولك الغزل أو النسيب أو التشبيب بالنساء والوصف فكان يتميز شعره كما قلت باستقاف الصحبة وجودة الاستعارة ويغلب على شعره التشبيه والوصف طيب لو عايزين نتكلم عن مطلع المعلقة مطلع المعلقة طبعا زي ملتركم الشعر يقلن الشعر امرؤ القيس هو أول شعر علق بازهان الناس يقول في معلقته قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي طبعا الأماكن هي أسماء أماكن فلا يعني ما تستغربش أتقول ده في بعض الأماكن فيها بعض الكلمات فيها صعوبة لا قفى نبكي من ذكرى تحدثون عن ذكرياته وعن البكاء على الأطلال كما قلت قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى ده اسمه موضع بين الدخول فحوملي أسماء أماكن فما تقلاش الكلام صعب سهل وفيش حاجة صعبة يعني أخيرا عايز نتكلم على المعلقة بتاعة امرؤ القيس ما الموضوعات التي تدور حولها المعلقة أنا بقول حاجات إجمالا لكن بعد كده الأسئلة هتيجي إزاي هقولك هو زي ما قلت تحدث في هذه المعلقة بدأها بالغزل والبكاء على الأطلال أو البكاء على الأطلال والحديث عن النساء أو التشبيب بالنساء ثم الوصف وصف الخيل ووصف الصيد ووصف الليل واستيقاف الأصحاب وتحدث أيضا عن المطر ووصف الفرس كما قلت هذه أهم الموضوعات التي تناولها امرؤ القيس في معلقته إذن إجمالا عايز أتكلم أنا اتكلمت النهاردة عن إيه عشان تبطلع معايا زي ما تقول عايز أقولك حفظت الأدب وفهمت الأدب وفيش حاجة صعبة فيه قلت لك إن احنا بنتكلم النهاردة عن المعلقات اللي يلقى الصائد الطويلة من الشعر الجاهلي العرب وعرفنا سبب التسمية إما لأنها علقت بالأزهان أو تشبيها اللي بالعقد أو تكتب بما الزب وتعلق أو على رقاع الجلد وتعلق أيضا في الخيمة ده السبب أصحاب المعلقات هناخد واحد منهم أولهم امرؤ القيس امرؤ القيس يلقب بالملك الضليل يلقب بأمير الشارف العصري الجاهلي أول شعر علق بالأزهان الناس كان بتعمين امرؤ القيس هيجي فيها أسئلة حاجات زي كده أيوة يقول لك مثلا أول شعر يقال أول الشعر العلق بالأزهان الناس ليه واحد امرؤ القيس زهير بن أبي سلمة لبيد بن ربيع عن طرق بأنت هتختار مين امرؤ القيس اللي انت حفظتها معايا وإحنا عاديين دلوقتي طيب ده أول شعر ننتقل للشعر الثاني اللي هو من شعراء المعلقات اللي هو طرف ابن العبد ده الشعر الثاني اللي نتكلم عنه من أصحاب المعلقات طرف ابن العبد البكرية كيف كانت نشأته وبما كان يلقب طيب خلي بالك معايا طرف ابن العبد هذا نشأ في قبيلة بكر ونشأ يتيما واليتيم في هذه البيئة الصعبة ربما يعاني وبالفعل هو عانى من ظلم الأقارب ولذلك اشتكى من ظلم الأقارب فقال بيتا مشهورا ما زال يردد إلى اليوم يقول فيه وظلم ذو القرابة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي فعلا ظلم الأقارب يكون أشد من ضربات السيف لأن الظلم من إنسان أنت لا تتوقع منه أن يظلمك فيكون أشد مرارة وأشد قسوة طرف ابن العبد هذا نشأ يتيما كما قلت ويقال أنه لقب بابن العشرين أو الغلام القتيل قيل أنه قتل غدرا هاجى الملك عمر بن هند فأوعز بقتله فدس له السم ومات وهو في السادسة والعشرين من عمره تقريبا فغلام صغير يموت في هذه السن المبكرة وعلى الرغم من ذلك نجد أن النقاد يقولون عن معلقته بأنها من خير المعلقات فهو أفضل الناس هو له قصيدة واحدة وهذه المعلقة تقول أو بداية هذه المعلقة وده احنا عايزين برضو مش أقول لك احفظها ولكن أقول لك انت ربما تسأل هيجي لك مطلع معلقة ويقول لك هذا المطلع ينسب لي لمين فأنت لو انت فاكر أو مش حافظ ممكن تسترجع احنا قلنا بتاعة مروق القيس قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي طيب طرف ابن العبد يبدأ بمعلقة لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد طبعا برضو هتقول لك الكلمات من الصعبة والله سهلة أقول لك ليه خولة دي اسم حبيب تسمعها خولة وعشان كده قلت لخولة لم حرف جر ومجروع لانه منوع من الصرف وأطلال مترى مؤخر شفت النحو سهل واللغة العربية سهلة وحلوة ازاي من الصعبة لخولة أطلال لذكريات ببرقة ثهمة مكان اسمه ببرقة ثهمة تلوح يعني تظهر كباقي الوشم الوشم تعرفين الوشم في ظاهر اليد فيتحدث هنا عن البكاء على الأطلال والذكريات الدارسة الدارسة يعني التي بدأت تمحي وتزول إذن نعود إلى طرف ابن العبد قلنا عنه يلقب بالغلام القتيل يلقب بأنه ابن العشرين ولذلك قالوا أشعر الناس ابن العشرين أشعر الناس ابن العشرين لماذا؟ لأن المعلقة كانت في غاية الروعة والجمال طيب المعلقة بتاع الطرف ابن العبد تدور حول الأغراب التي تدور حولها معلقة طرف ابن العبد هي البكاء على الأطلال دايما أنت بعارف كل البكاء على الأطلال عادة واحدة أقول لك علىها بعد شوية البكاء على الأطلال والحديث عن الترحال وعن السفر ووصف الناقة ووصف البقر الوحشية والحكمة ورساء نفسه يعني رساء نفسه يقال أنه تحدث عن الموت وكأنه سيموت إذن هذه أهم الموضوعات التي دارت حولها معلقة طرف ابن العبد طيب ممكن يجيني فيها سؤال زي ما قلت كده على حكاية الرساء النفس دي تختلف هذه المعلقة أو عن بقية المعلقات أنه لم يرث أحد من الشعراء نفسه سوى طرف ابن العبد بما تتميز معلقة طرف ابن العبد بأنها من أجود المعلقات وأكثر المعلقات غريبا وأغزرها معنى وأدقها وصفا وأرسنها لفظا وعبارة هي من أجود المعلقات لأنها جيدة بالفعل وأكثرها غريبا فها حاجات غريبة كثيرة جدا وأغزرها معنا وأدقها وصفا وأرسنها لفظا وعبارة هذه معلقة طرف ابن العبد اللي هو الغلام القتيل اللي هو ابن العشرين اللي هو صاحب أو معلقة من أجود ما قيل في المعلقات كده تكللنا عن امرؤ القيس الملك الضليل وأمير الشعر في الأصر الجاهل طرف ابن العبد الغلام القتيل ابن العشرين خلاص وعرفتنا بداية المعلقة بتاعة تقف نبكي لمرؤ القيس لخولة أطلال لمين لطرف ابن العبد نذهب إلى صاحب المعلقة الثالثة يسمى زهير بن أبي سلمة طيب زهير بن أبي سلمة هذا نشأ في بيئة كلها شعراء في بيئة كلها شعراء هذه البيئة لأن أباه كان شاعرا وخاله بشام بن الغدير كان شاعرا ويقال أنه تأثر بخاله هذا خاله بشام بن الغدير كان معروفا مشهورا عند العرب بحكمته تنشد الحكمة عنده فتأثر زهير بن أبي سلمة بخاله هذا ولذلك نلحظ كسرة شعر الحكمة عند زهير بن أبي سلمة قلت زهير بن أبي سلمة نشأ في بيئة كلها شعراء الأب شاعر الخال شاعر زوج أمه بعد ذلك أوس بن حجر كان شاعرا أختاه كانت من الشعراء أيضا ابناه كعب وبجير من الشعراء أيضا يعني بيئة كلها شعراء ويقال أن زهير هذا واحد من شعراء الصنعة هو مذهب شعري ويسميه الجاحز هذا المذهب أو هؤلاء الشعراء بعبيد الشعر طبعا دي معلومات إسرائيل ربما تيجي برضو بيتميز هذا الشاعر عن غيره بإيه تبقى أنت عارف أنه احنا قلنا عنه بشاعر الصنعة وده موجود سؤال في بعض الأسئلة التي تاردوا إلي وأجيب عنها في بعض الأحيان إذن زهير بن أبي سلمة عرفنا أنه نشأ في بيئة كلها شعراء تأثر بخاليه بشاعر من الغدير وله معلقة جميلة ويلقب أيضا بشاعر الحوليات يبقى زهير بن أبي سلمة مشهور بحاجة مهمة جدا أنه شعر الحوليات طب يا طرع يعني شعر الحوليات طبعا بشعر الحوليات لأن لأن زهير هذا كان لا يخرج القصيدة إلا بعد عام كامل يبقى تسمى قصايا زهير بن أبي سلمة بالحوليات لماذا؟ لأنه كان يعد القصيدة في أربعة أشهر هل يبقى لك معايا أربع شهور بيعدها بيطلع القصيدة كده يبدأ يكتبها في أربع شهور ثم يراجعها ينقحها في أربعة أشهر كده بقى تمانية ثم يعرضها على أصحابه وأخصائيه في أربعة كده اتناشر يعني حول كامل ثم يخرجه هذا الجمهور لذلك لقبت قصائده بالحوليات ربما يجي لي سؤال لو سؤال بقى عالي مستوى عالي وعايز فكر عالي هعرف أن معلقة زهير تختلف عن معلقة واحد سوف نذهب إلي بعد قليل قالها ارتجالا يعني قالها دون إعداد سابق لم يقول لي فيما تختلف معلقة لبيد عن بقية المعلقات مثلا هتعرف أنه قالها مرتجلة يعني مرتجلة يعني دون إعداد سابق زهير القصيدة تاخد عام معي كامل عام كامل ولذلك قد نهى ابنه عن كل الشعر هو صغير ليه لأنه خايف يعني ايه ممكن يقول شعر يبقى فيه خطأ في الوزنة أو في القفية بعض الأحيان فيظل هذا عيبا يلازمه طوال حياته إذن زهير بن أبي سلمة لقيمة بشعر الحوليات طب حازين نتعرف على وزئية تانية عمر بن الخطاب ايه علاقته بزهير احنا عارفين الناس دي على فكرة ماتت قبل الإسلام يعني مرؤ القيس ماتت قبل البعسة وطرف بن العبد قبل البعسة وزهير ايضا قبل البعسة طب ما لسيدنا عمر بيقول عنه ايه سيدنا عمر اعجب بشعر زهير بن أبي سلمة انتوا عارفين ليه لأن زهير بن أبي سلمة ده كان ليه موقف جميل جدا كان فيه اتنين كان فيه الاول حرب بين عبس وزوبيان قبيلة اسمها عبس تاعت عن طرق وقبيلة اسمها زوبيان حرب يقال انها استمرت فترة طويلة جدا على اسباب تها فيها اللي هو دحس والغبراء سباق خيل واستمرت يقال اربعين ويقال بعضهم 24 سنة المؤين كانوا الوضع ففيه قتل كسر فجاء رجلان واحد اسمه هرم ابن سنان والتاني الحارس ابن عوف وأصلح بين القبيلتين وتحمل دفع أديات من أموالهم الخاصة فأعجب بيهما زهير ابن أبي سلمة وامتدحهما بقصائد غاية في الروعة لذلك سيدنا عمر يقولك ايه كان لا يمدح الرجل الا بما هو فيه يعني مش بيقول المتحة عشان ان هو يتكسب ما فيش علاقة كان يقوله يمدح واحد عشان يخد فلوس ده حتى يروى معلومة اضافية برضو كده على سبيل الدعابة يبقى عارفنا قيل ان هو لما كان منكسرة ما كان يعطيه هرم ابن سنان لو حتى وصلت ان يقوله سلام عليكم عم صباحا ممكن يديله فخاجل زهير فكان اذا وصل الى مجتمع من الناس وفيهم هذا الرجل فكان يقول عمه صباحا الا هرم ابن سنان وخيروكم استثنيت يعني مش عايز يلقى عليه السلام مش عشان هو يقل ده هو عشان هو افضل واحد فيكم من كسرة الخاجة المما اعطوه هذا الرجل فالمهم نرجع لزهير ابن أبي سلمة عمر الخطاب أجيب بشعره وقال عنه انه لا يمدح الرجل الا بما هو فيه اذا زهير خلي بلك معايا قلنا عنه ايه شاعر الحوليات شاعر السلام ايه السلام ما هو لما فرح في الصلح بين القابلتين فلقب بذلك ده هو حتى بقول عنهم ايه بيمدح السيدان مما امتدح هما قال ادركتما عبسا وزبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشامي عطر منشام ديكة مرأة مشهورة ان ايه يقيل بعض الجنود كان راحين في غزوة وتعطروا من العطر بتاعها فكل من تعطر بهذا العطر مات لذلك رؤية هذا المثل في التشاؤم المهم ده ايه من ضمن المديح الذي متدحاوه زهير لهيرم بن السنان والحارس ابن عوف اذا معلقة زهير ابن ابي سلمة تبدأ بالبكاء على الاطلال والغزل ثم الوصف كعاية الشعراء ثم المديح بيمدح السيدان العظيمين ثم يختمها بابيات رائعة من شعر الحكمة يبا اذا ما احنا قلنا عليه حكيم ليه لانه تأسطر بخاليه ابو الشامة ابن الغدير طب المعلقة بتاعته بتبدأ بايه امن ام اوفا دمنات لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي ام اوفا اسم الحبيبة ودمن الاثر اثر الديار اما اتبقى من ذكريات وحومانة الدراج موضع والمتثلم موضع يعني ما كان يعني بيش حاجة صعبة لو ازاي ما قلت بيش حاجة صعبة طب بما اشتهر ازهاري كما قلت او بعيد تاني اشتهر بانه من شعراء الصنعة او بيطلق عليه من الجواحز عبيد الشعر واشتهر بالحكمة والمطح الصادق وسيدنا عمرو الخطاب كان معجبا بشعره ويقول عنه انه لا يمدح الرجل الا بما هو ايه فيه طيب كده احنا قلنا تلات شعراء نذهب الى الشاعر الرابع من شعراء المعلقات افكركم كمان مرة كلمنا عن امرق القيس قلنا عنه ايه الملك الضليل اه او امير الشعراء في العاصل الجاهلي كلمنا عن طرف ابن العبد قلنا عنه اسمه ابن العشرين اشعر الناس ابن العشرين او الغلام القتيل اتكلمنا عن زهر ابن ابي سلمة الذي نشأ في بيئة كلها شعراء قلنا عنه رجل السلام قلنا عنه كمان شاعر الحوليات فاكرين الحوليات مفرد الحول اللي هو سنة كاملة اربع شهور واربع شهور اربع شهور يطلع القصيدة وسيدنا عمر معجب بيه ولا يمدح رجل الا بما هو فيه كلامنا كله قلناه عن الشعراء السلاسة نذهب الى الشاعر الرابع من شعراء المعلقات اللي هو لبيد بن ربيعة لبيد بن ربيعة العامري هذا الرجل تختلف او يختلف عن بقية الشعراء السابقين لماذا؟ لان لبيدا هذا قيل انه عمر طويلا عاش كتير مية خمسة واربعين سنة معظمها في الجاهلية ثم قدم مع الوفد الذي جاء مع قبيلته للرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه ودخل في الاسلام وحسن اسلامه واقبل على قراءة القرآن وحفظه وترك الشعر وعندما سئل عن ذلك قال لا بد ان اتوقف امام عظمة واعجاز القرآن الكريم طيب لبيد بن ربيعة هذا كان من الشعراء عاش مية خمسة واربعين سنة تخيل بقى عنده ايه؟ عنده خبرات تجارب كثيرة فهذه الخبرات وكان عنده محامد في الجاهلية يعني محامد بفردها محمدة يعني عنده اخلاقيات طيبة لما جاء الاسلام زادته واكسبته اخلاقا افضل فاستمر عليها اكدها الاسلام من ضمنها هذه المحامد اللي كانت موجودة عنده اللي هو ايه؟ اكرام الضيف مثلا يعني والاثار ونجدة الملهوف ما العرب على فكرة ما كنت كان عندهم كلها صفات سيئة لك عندهم صفات طيبة جميلة جدا يعني فاذا لبيد بن ربيع هذا من الشعراء المعمرين الذين اشتهروا بالحكمة وسموا شاعر مخضرم وعندما جاء الاسلام ترك الشعراء والتجه الى حفظ القرآن الكريم ويروى انه في صغره شاهده النابغة الزبياني والنابغة الزبياني كان شاعر ومشهور جدا وكان يجلس في سوق عقوز ويحكم بين الشعراء فيقال انه اول مشافظ لبيد بن ربيع هو صغير في السنة قال له تعال بص كده فيه وعندهم في راسة فقال له ان عينيك لعين شاعر شكلك كده هيب شاعر كان بالفعل اذا لبيد بن ربيع من الشعراء المجيدين الذين تميزوا وشاعر مخضرم شاعر تميز بكسرة الحكمة عنده وكسرة الفضائل وترك القرآن للشعر واتجأ الى حفظ القرآن الكريم طبعا احنا لو عايزين نسأل عن الحاجات دي تيب بنا عارفين انه مخضرم وانه ترك الايه الشعر كان عنده محامد ومن ضمن الكلام الجميع الحكم الجميع اللي قالها ما عاتب الحرة الكريمة كنفسه طيب المعلقة بتاعة لبيد بن ربيع يقول فيها عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها عفت الديار عفت هنا بمعنى اندصرت يعني خلاص محت بدأت تزول اصار الديار بمنا اسم موضع تأبد هنا بمعنى توحش وغولها فرجامها اسماء مواضع اخر حاجة هتكلم عن لبيد بن ربيع ان شعره كان يتميز بجزالة الالفاظ ودقة المعاني وفخامة العبارات وشرف المقصد وكسرة الحكمة والموعظة الحسنة كده تكلمنا عن اربع شعراء المفروض افكر كدوم تاني امرق القيس وزهار بن عبد وزهار بن ابي سلمة ولبيد بن ربيع كل واحد في الاربع دولة له حاجة بتخصه وتكلمنا عنهم هتكلم عنهم في الاخر بس بعد ما تكلم عن الشاعر الخامس له عمر ابن كلثوم التغلبية من قبيلة تغلب وعمر ابن كلثوم ده لابد نتوقف معه قليلا عمر ابن كلثوم هذا يقال انه ورث الزعامة والسيادة ولم يبلغ من العمر حوالي اربعة عشر سنة اربعة عشرة سنة ويصير زعيما لقبيلة كانت تحارب قبيلة اخرى يعني قبيلة باكر قبيلة مشهورة حرب طويلة لا حرب البسوس اربعين سنة ايضا يقول ذلك يعني فعمر ابن كلثوم هذا ضرب به المثل فقيل افتك من عمر يعني ايه افتك من عمر لما ضرب بهذا المثل لان عمر ابن كلثوم هذا تميز بانه اذا دخل في عراق مع احد صرعه بسرعة فضرب به المثل في الفتكة طب لماذا يقال لان عمر هذا ورث السيادة من ابيه ابوه كلثوم ابن عتاب زعيم القبيلة امه ليلة بنت المهله ابن ربيعة المهله ابن ربيعة ده معروف في الاساطير الشعبية بتاع الزمان بالزير سالم برضو من اشهر العرب زي عن طرى كده واشد يعني ولد في المعركة فتعلم الفروسية وصار هو زعيم القبيلة وشاعر القبيلة الذي يدافع عنه عمر ابن كلثوم لابد ان نميزه بشيء تميز به عن بقية الشعراء وهو معلقته هي المعلقة الوحيدة التي لم تبدأ بالغزل والبكاعدة الاطلال معلقة عمر ابن كلثوم كل المعلقات بدأت بالغزل والبكاعدة الاطلال ما عدا واحدة اللي هي بتاعت عمر ابن كلثوم يبا هو يلقب بشاعر القصيدة الواحدة ويلقب ايضا بان ويعرف ايضا بان قصيدته لم تبدأ بالغزل ولكنها بدأت بوصف الخمر بدأت بوصف الخمر ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الاندرين مع برضو سهل ما الصعب ألا هبي قومي بصحنك اللي هو الوعاء فاصبحين يعني يعطينا خمر للصباح ولها تبقي خمور الاندرين بلد اسمها الاندرين في بلد الشام نوعنا مع الخمور وكان الموضوع ده قبل الاسلام وكان العملاء يعني ايه كان مباح ما فيش مشاكل يعني بالنسبة له وبعد أن وصف الخمر اتجه هذا الغزل فيقول قفي قبل التفرق يا الظعين نخبرك المرأة المسافرة المرأة في الهودج المسافرة يعني فوق جمل بيسموها الظعينة الظعينة جمعها بوصف الخمر كمان مرة لازم اكرر اعرفكم الموضوع دوت ثم بالغزر بكاء الاطلال كباقي المعلقات ثم انتقل بعد ذلك الى الفخر الفردي والقبلي ثم تهديد الملك عمر ابن هند طبعا عمر ابن كلسوم يا جماعة معلقته يقال عنها انها من خير او من جيد شعر العرب من افضل يا ابن قتابة يقول عن معلقة عمر ابن كلسوم انها من جيد شعر العرب طبعا اقول لكم انها من معلقة عمر ابن كلسوم كانت في الفخر وافضل ابيات قيلت في الفخر ربما نقرأها لعمر ابن كلسوم يبا ازا عمر ابن كلسوم لقب شعر القصائد الوحيد زي من تلكم ليه قيل ان معظم القصائد ضاعت لانه كانت في وقت حروب وقيل ان المعلقة بتاعته شغلت قبيلته فكانت ويقال انه رواها في سوق عكواز فاجلتها العرب يعني عظمتها العرب واعتنت بها وحفظتها وكانت قبيلته دايما ترددها حتى ان اعداءهم عابوا عليهم ذلك يعني انت كل ما عندكوش غير قصيدة واحدة عمال انت يكرروها هي دي كل اللي عندكو بس فعاب الشعر اللي هو ضدهم ولك قالها بني بكر عن كل تكرمة قصيدة قالها عمر ابن كلسوم يعني انت عندكو قصيدة بس دي عمال انت رددوها وما بتعملوش اي مجال للفخر ولا اي حاجة تاني دا عمر ابن كلسوم طب ما تيجي ناخد يعني نبزة نبزة بسيطة كده عن شعر الفخر بتاعه يعني هي كمعلومة اضافية يعني هرالكو شوية شعر من بتاع عمر ابن كلسوم عشان تشوف المعلقة بتاعته قد ايه قبل بس ما خش على الابيات اقولك ان عمر ابن كلسوم طبعها بطبع طبع الفخر والحماسة الفاظه سهلة واضحة جزلة قوية الاخيرة ملائمة العاطفة بيقول فيها ايه الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني ما حد لشي اعتدى علينا لو حد اعتدى علينا احنا نعتدى عليه بالمثل واكثر باي مشيئة عمر ابن هند تطيع من الوشاة وتزدرينا عمر ابن هند الملك بهدد الملك تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لامك مختوين فان قناتنا يا عمر اعت على الاعداء قبلك ان تلينا شفت القوة شفت الحزم شفت بيتكلم ازاي مع ملك عظيم ملك شديد مهم ولما يجي يتكلم عن الفخر يقول ايه وقد علم القبائل من معد اذا قبب بابطحها بنينا بان المطعمون اذا قدرنا احنا لنأكل وان المهلكون اذا ابتلينا وان المانعون لما اردنا وان النازلون بحيسشينا فايما كان ننزل فيه احنا عايزينه وان التاركون اذا سخطنا وان الاخزون اذا رضينا وان العاصمون اذا اطعنا وان العازمون اذا عصينا ونشرب ان وردنا الماء صفوى ويشرب غيرنا كدرا وطينا يعني فخر قوي جدا شديد جدا لما تفهموا معناه ربما اجيبها الكل ابدي بعد كده ان شاء الله في المصوص متحررة ونتكامل نتعامل معها تحس ان هو قبلته دي يلي كانت ملكة العالم كله يعني ده عمر ابن كلسوم اعيد عليك امام مرة الحاجات المهمة اللي عايزينها فقط في عمر ابن كلسوم انه شاعر القصيدة الواحدة معلقة عمر ابن كلسوم تختلف عن بقية المعلقات في انها بدأت بوصف الخمر ولم تبدأ بالغزل ابن قطيب يقول عنه انه ان معلقته من جيد شاعر العرب من افضل شاعر الايه العرب نذهب الى الشاعر السادس اللي هو عن طرح ابن شداد العبسي اللي هو من قبيلة عبس طبعا عارفين هنا عن طرح خدنا العام الماضي تكلمنا عنه كتير قلنا انه كان في الاصل عبد لان عادات العرب لم تكن تعترف بابن الامة فلم يعترف شداد به الا بعد ان الحى عن طرح عليه واضطر في انه شداد الى ان يعترف بعن طرح ابنا له طبعا عن طرح ابن شداد واحد من اصحاب المعلقات بالعكس ده معلقته كمان بيطلق عليها المذهبة المذهبة ليه لجودتها ونفاستها وقيل انه سبب التسميع ليه عمل المعلقة ألف المعلقة ان رجلا عابه بسواده وسواد سواد وجه يعني بسواد وجهه وسواد وجه أمه وانه لا يستطيع ان يقول الا القابيات القليلة فألف معلقة حوالي خمسة واربعة وسبعين خمس سبعين بالتقريبا فتعد من اجود وافضل المعلقات معلقة عن طرح ابن شداد بتبدأ هل غادر الشعراء من متردامي أم هل عرفت الدارة بعد توهمي طب معلقة عن طرح اتكلم فيها عن ايه اتكلم زي ما احنا شايفين برضو كاي بقية المعلقات احنا عرفنا المناسبة بقولت المناسبة ان رجل اللي عابه بسوادي وسواد أمه وفنظم قصيرا حوالي خمسة وسبعين بيت تقريبا اتكلم فيها عن خصاله واخلاقه ومكرم قومه ودفاع عنهم طب الموضوعات اللي اتكلم فيها الابو كعلة طلال وصف العبلة والحديث عن الناقة ومشاهد الحرب ويختمها بانزار الثقر ممن سبهه مطلع المعلقة كمان مرة هل غادر الشعراء من متردامي أم هل عرفت الدارة بعد توهمي طيب اخر حاجة في عن طرح ان قيل المعلقة عن طرح من اجمل المعلقات واسهلها لفظا واشتورت بالمزهبة وذلك لحسنها وروعتها وجمالها اخر واحد من اصحاب المعلقات نتكلم عنه الحارث ابن حلزة اليشكرية هذا الرجل هو واحد من اصحاب المعلقات من قبيلة بكر بتحارب قبيلة تغلب يعني اضد عمر بن كلسوم وكان له دور في الحرب وقع بين القبيلتين وقيل ان الملك عمر بن هند عندما ذهبت القبيلتين اليه ليحكم بينهما اراد الملك فكر الملك انه يميل مع قبيلة الاول الى بكر فعمر بن كلسوم هجاد داله كلمتين فبعد كده مالة الى القبيلة ايه حس ان هو ايه حس ان هو ايه حس ان هو هميل مع قبيلة اه بكر مع قبيلة عمر بن كلسوم اللي هو قبيلة ايه تغلب فيقال ان الحارث ابن حلزة هذا اه اراد او طلب ان يلقي شعرا فارتجل هذه القصيدة يبقى القصيدة مرتجلة معلش اللي هي بتاعة الحارث ابن حلزة ومش لبيل لا بتاعة الحارث ابن حلزة فالحارث ابن حلزة التي ابدع هذه القصيدة وقالها مرتجلة يعني مرتجلة يعني دون اعداد سابق يبقى بيختلف عن زهير ابن ابي سلمة زهير يطلح حول كامل سنة كاملة اما الحارث ابن حلزة فقالها ارتجالا والملك لما سمع هذه المعلقة اعجب بيها لانه طبعا افتخر مدح الملك وافتخر بقبيلاته فحكم الملك لقبيلاته فلذلك هذه المعلقة كان لها دور كبير في التحكيم او في المعركة الحارث ابن حلزة يبدأ المعلقة بتاعته بالغازل والبكاعدة الاطلال ازنتنا ببينها اسماء رب ثاو يمل منه السواء طيب يبدو في هذه المعلقة خبرة الشيخ كسرت التجارب والحكمة الواضحة في النهاية عايزين نتكلم عن المعلقات بقى يعني ليه المعلقات من خير الشيخ العرب بلاغة هتكلمنا عن المعلقات كلها طبعا لفصاحتها وتصويرها لبيئاتهم الفكرية والنفسية وأحوال معيشاتهم طيب بما تمتاز المعلقات وخلي لك من موضوع دوت لان ربما يجيب لك عليه سؤال دلوقتي بعد شوية تمتاز بالطول المفرط نطويلة جودة الصياغة حسن العبارة جمال الاسلوب دفق المعاني قوة السبكة تمتاز المعلقات بإيه معلش أنا بقول بسرعة عشان عايز أخذ أسئلة عشان أديك أسئلة على النظام الحديث طيب عرفنا تمتاز المعلقات يبقى عايزين نقول بعد ما تكلمنا يا جماعة عن أصحاب المعلقات قلت النومة سبعة اللي هو امرؤ القيس وطرفة ابن العبد وزهير ابن أبي سلمة وبعد ذلك تكلمنا عن لبيد بن ربيعة وتكلمنا بعد ذلك عن عمر بن كلسوم وعن طالع بن شداد والحرس بن حلزة نضيف إليهم سلاسة شعراء اللي هو عبيد بن الأبرص والنابيغ الزبياني والأعشى فيصير أصحاب المعلقات عشرة معلقات طيب بعد كده عايزين